أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرنبرغ اختتام اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق المحتجزين اجتماعها التاسع يوم أمس في سلطنة عمان وقال المكتب في بيان صحفي إن المفاوضات أسفرت عن تفاهم الأطراف حول إطلاق سراح محمد قحطان وعقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتبات إطلاق سراح السيد قحطان يأتي ذلك فيما أكد مصدر مسؤول في ملف الأسرى والمختطفين فشل جولة التفاوض في مسقط نتيجة تعنت مراوغات الميليشيا الحوثية وقال مراقبون إن حديث مكتب المبعوث الأممي عن تفاهمات بين وفدي الحكومة والحوثيين محاولة دبلوماسية للتغطية على الفشل وفتح باب الأمل في إجراء جولات مفاوضات قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر